مساء الخير والمحبة عليكم أصدقائي راح نتكلم بمواضيع هامة ومنوعة تهم سكان ألمانيا بالبداية هناك تحذير من الجرائم الرقمية بألمانيا حسب شرطة مكافحة الجريمة بألمانيا التي تسمى البندوس كريمينال أمت فإن جرائم الإنترنت قد ازدادت بالعام الأخير بنسبة كبيرة جدا وتم تسجيل حوالي 140 ألف جريمة فقط في هذا العام وهي يعني تعتبر زيادة مقدارها 12% عن ما تم تسجيله بعام 2020 وهذه هي قيمة قياسية كبيرة بالمقارنة مع الأزمنة السابقة وخصوصا زمن ما قبل الكورونا وحسب ما وصفته الشرطة فإن جرائم الألكترونية تشمل كل عمليات الاحتيال وكل عمليات السرقة التي تحصل خلال الإنترنت مثل جرائم الاختراق أو البرمجيات الخبيثة أو العبث الإجرامي على يعني مواقع الإنترنت تركزوا معي على هذه الكلمة العبث الإجرامي لأن الكثير من الناس وقعوا ضحايا لهذا العبث ومن ضمنهم يعني مهاجرين أو حتى لاجئين سنتطرق إلى تفاصيل هذا الأمر أصدقاء إذن ما الذي تعنيه جرائم المعلوماتية أو جرائم الإنترنت ولماذا جرائم الإنترنت تزداد بالفترة الحالية هذا يعني أصدقائي أنه الدنيا تتغير بالسابق كانت السرقات يدخل شخص لمحل أو لمكان ما يرتدي قناع بوجهه ويقوم بسطو ويهدد من يراه بالسكين أو بالسلاح أما الآن فكاميرات المراقبة منتشرة بكل مكان بكل إشارة مرورية هناك كاميرات مراقبة بكل محل تقريبا وبكل شارع وبكل يعني زقاق وأغلب الجرائم يتم كشف مرتكبها لذلك تزداد الجرائم التي تحصل خلف الكيبورد أو جرائم الإنترنت واحدة من الأمور الخطرة هي العبث الإلكتروني وهي يتعرض لها الكثير من الشباب يعني تحديداً كثير من المهاجرين أيضاً على الإنترنت خصوصاً الشباب دون غيرهم الكثيرين يتابعون العب كرة القدم مثل مباريات الدور الأوروبي ريال مدريد أو برشلونة أو الدور الإنجليزي أو حتى يشاهدون أفلام ومسلسلات على الإنترنت كل هذه الأمور سواء المباريات على الإنترنت أو الأفلام والمسلسلات هي بالأصل ليست مجانية مثلاً كرة القدم تعرض على قنوات بها اشتراك أو يعني الأفلام تعرض على منصات مثلاً نتفليكس أو أمازون أو يعني منصات أخرى أو مثلاً ديزني فعند فتحك لهذه المباريات أو عند فتحك لهذه الأفلام أو المسلسلات بطريقة مجانية فأنت تدخل لمواقع غير شرعية ربحية وعبثية فأنت معرض أن تدفع غرامة كبيرة إلى الشركات التي تصنع هذه الأفلام أو التي ترعى نقل مباريات الدور الإسباني مثلاً قد تغرمك وهناك نوع آخر من المشاكل وهو الجرائم العبثية ما الذي يعني ذلك؟ ذات مرة راسلني أحد الأشخاص أصدقائي وقال كنت داخل على مباريات لفريق برشلونة أو ريال مدريد لا أذكر ما الذي كان بوقتها وكان يشاهد وفجأة ظهر له إعلان جنسي وكان به قصر هذا يعني كان إعلان عبفي وتم احتساب الخطأ عليه مع أنه لم يختار الدخول إلى موقع معين أو لم يختار أن يشاهد الإعلان بنفسه ولاحقاً تعرض لمساء القانونية بألبانيا هذه الأمور وغيرها تسمى جرائم عبثية يعني ليس بضرورة أن يستفاد منك المجرمين بل فقط يعبثون معك لأجل إذاءك بنفس الوقت ازدادت الجرائم الألكترونية بألبانيا بسبب أن الحياة بعد الكورونا الكل أصبح لديهم كمبيوتر والكل يستخدم الإنترنت أكثر من السابق ولا أعتقد يوجد أحد يعني خصوصاً من الكثير من الناس العاديين لا يوجد أحد يستخدم برامج حماية يعني يدفع عليها اشتراكات شهرية لذلك تزداد الجرائم عبر الإنترنت ننتحول الآن للموضوع الآخر أصدقائي تمييز ضد اللاجئين بسبب كورونا نعم ما تسمعونه هو صحيح كورونا أدى إلى زيادة التمييز العنصري ضد اللاجئين بألمانيا فكيف حصل هذا الأمر؟ حسب دراسة إجراها المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية فالدراسة تقول أنه شعر اللاجئين بألمانيا بالتمييز ضدهم أثناء جائحة كورونا أكثر من ذي قبل وحسب المشاركين بالدراسة فأن التمييز ازداد بشكل كبير عند البحث عن عمل وبالمؤسسات التعليمية وحسب استطلاع عراء اللاجئين الذين يعملون فقد أكد 31% منهم من المستطلع عراءهم من اللاجئين الذين يعملون قالوا أنهم شعروا أحيانا بالتمييز ضدهم بالعمل بوقت الكورونا كما تم إيقاف العديد من دورات الاندماج ودورات اللغة أو أن بعض هذه الدورات لم يكن متاح للجميع خلال الجائحة فهذا أثر على اللاجئين بشكل كبير جدا وفضلا عن أن الكثير من المهاجرين يعملون في مجالات السياحة وقطاعات المطاعم والمقاهي وهي من بين أكثر القطاعات التي تأثرت بهذا الوباء فهم تضرروا بشكل كبير بسبب الكورونا من ناحية أخرى يشعر الكثيرين بأنه تمت المبالغ بإجراءات كورونا تجاههم مثلا أن تكون لاجئ تدخل لمكان ما تشعر بأنه يطلب منك أن تنظف أو تعقم يديك بطريقة ربما يعني ليست ودودة أو تفهمها بأنها ليست ودودة أو يطلب منك أن تلبس الكمامة بشكل صحيح يعني رغم أنك لابسها بشكل صحيح هذا ما أكده كثير من الناس فهل فعلا هذه الدراسة صحيحة؟ هل مررتم بشيء مماثل أن تشعرون بالتمييز أو استخدام كورونا لأجل التمييز؟ اكتبوا لنا أصدقائي بالتعليقات ننتقل الآن للموضوع الآخر هناك تنبيه من رسالة سوف تصلنا من الحكومة الألمانية وهذه الرسالة هي يعني تتعلق بموضوع يحصل لأول مرة منذ عام 2011 ستقوم الحكومة الاتحادية وحكومة الولايات بألمانيا بالتعاون مع المكاتب الإحصائية بالولايات بالقيام بإحصاء سكان عام لمعرفة العدد الدقيق لسكان ألمانيا وطريقة معيشتهم وسيتم البدء بالعمل بالإحصاء السكاني ابتداء من الخامس عشر من مايو أيار الجاري والهدف من هذا الإحصاء السكاني هو توفير قاعدة بيانات مهمة للحكومة لكي تستند عليها بتوزيع الضرائب وهدف آخر أيضا هو وضع الخطط الاقتصادية والتجارية والصناعية وترتيب أمور متعلقة بالطاقة سيتم سؤال ملايين الناس عشوائيا يعني عن طريق رسائل تأتيهم عن طريق البريد أو يأتيهم موظفين إلى باب المنزل عن أسماءهم وعن جنسهم وعن جنسياتهم وعن مصادر دخلهم ونوع التدفئة بمنازلهم سيتم سؤالهم عن أمور أخرى لم يتم نشرها حتى هذه اللحظة وعندما يصلك بريد بعد الخامس عشر من مايو أيار ستكون مجبر بالإجابة على التفاصيل المذكورة بالورقة ويجب عليك إرسالها يعني لهم من جديد وعدم فعل هذا الأمور قد يعرضك لغرامة مالية كبيرة طبعا البيانات التي سوف تسلمونها للدولة سيتم تقييمها بشكل عام دون الكشف عن هوياتنا أو عن معلوماتنا الخاصة ببعض الحالات سيأتيك موظف يطرق بابك لأخذ المعلومات من عندك ولكن يعني لا يحق له الدخول لداخل منزلك هذا الأمر أصدقائي هو طبيعي جدا ويحصل بكل البلدان كي تعرف الدول من يسكن بها ما هي مؤهلات من يسكن بها ما هي حاجات من يسكنون بها ما الذي تحتاج المدينة الفلانية أو الولايات الفلانية كي يتعاملوا مع الاحتياجات وكيف يتم وضع الخطط لمعالجة احتياجات المدن والولايات لذلك أصدقائي لا تصدقوا بأي شيء خارج هذا الإطار خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تصدقوا بكلام التخويف مثلا هذا الإحصاء فقط للاجئين فقط للمهاجرين يريدون أن يعرفون ماذا نعمل كيف نعيش وإلى آخره الموضوع الآخر أصدقائي بسبب تغيير درجات الحرارة بالعالم وتحديدا بألمانيا وازدياد الطقص الدافئ بألمانيا تحديدا هذا العام وبالعام الماضي قد نجد نحن الناس العادين الأمر جميل الاستمتاع بالطقص عدم وجود المطار هذا أمر يعني يتمنىها الكثيرين بألمانيا ولكن للأمر يعني أبعاد وخطورة كارفية لأنه يعمل تغييرات كبيرة ومفاجئة قد تكون يعني هناك أيضا مفاجآت غير سارة أدى ازدياد الدفئ بألمانيا إلى قدوم بعوضة غرب النيل أو فيروس غرب النيل الذي يحمل البعوض وبدأ بالآونة الأخيرة ينتشر بين البشر يعني المرض بدأ ينتشر بين البشر وحسب معحد فريدرش ميرتس فإن ألمانيا لم تكن تعرف هذا الفيروس سابقا ولكن بالسنين السابقة تم رصد الفيروس بولاية بافاريا أما الآن الفيروس انتقل مع البعوض إلى ولاية تورينغن ولاية زاكسن وولاية يعني براندنبوغ وإلى نيدا زاكسن أيضا يعني أصدقائي انتقل هذا الفيروس من الجنوب إلى الوسط وإلى الشمال الشرقي وإلى بعض الأماكن يعني بالشمال الغربي والسبب هو أن الفيروس والبعوض الذي يحمله يعني يصبح نشيط بالأماكن الدافئة وزيادة مقدار الدفئ بسبب الاحتباس الحراري جعل البعوض يشعر بأنه بوطنه وأن الأجواء تناسبة فبدأ بالانتشار بشكل أكبر وأوسع وكلما ازدادت درجات الحرارة كلما نشط البعوض ونشط هذا الفيروس بشكل أكبر وبنفس الوقت ازدادت أعراض المرض بشكل أقصى وأكثر حد وفيروس غرب النيل عندما يصيب الإنسان أصدقائي يعني لا سمح الله يصيبه بأعراض تشبه أعراض الفلاونزة ولكنها أشد بكثير وأحيانا تكون النهاية هي الوفاة معحد روبرت كوخ يقول لاحظوا أنه هذا الأمر يعني جدي للغاية معهد فريدرش ميرس تكلم به معحد روبرت كوخ أيضا يعني يقول أن الفيروس قد يعني وصل بسبب العولمة يعني قد يكون وصل بسبب العولمة مثلا طائرة أو حاويات شحن تأتي من دول مثلا من أفريقيا إلى ألمانيا تخرج البعوضة وتجد أنه الأجواء هنا مناسبة فتحمل هذا المرض وتتكاثر وبنفس الوقت أصدقائي قد تم تسجيل الكثير من الحالات بألمانيا بعد عام 2019 أغلبها بالسنة الأخيرة أصدقائي ننتقل الموضوع الآخر الحرب الروسية على أوكرانيا طال أمدها وكلما طالت المدة كلما بقي الباب مفتوح أمام المفاجآت وأمام الأمور الخطرة التي تؤثر على الجميع ويبدو أنها الآن أصبحت حرب استنزاف طويلة الأمد طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس من الكونغرس أو من ما يسمى مجلس الشيوخ طلب منهم أن يقوموا بالموافقة السريعة على حزمة تسمى حزمة المليارات لدعم أوكرانيا ضد روسيا وكان بايدن قد طلب من الكونغرس 33 مليار دولار إضافية سيستخدم أكثر من 20 مليار دولار بالمساعدات العسكرية للأوكران من أجل سلاسة أكبر وسرعة أكبر بالدعم العسكري للأوكرانيين ولأجل القيام بذلك وقع جو بايدن على قانون جديد وهذا القانون يجعل تسليم الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا أو إلى دول أوروبا الشرقية أكثر سهولة وسرعة من ذي قبل ولم يتم تفعيل هكذا قانون سوى مرة واحدة يعني بعام 1941 بالحرب العالمية الثانية عندما قررت أمريكا دعم حلفائها بأوروبا ضد النازيين هذا القانون كبير جدا ومهم جدا وصلاحياته تمتد حتى نهاية العام القادم وقد يغير موازين الحرب وهو يعني يفتح الباب أمام سيناريوهات عديدة منها أولا يعني قد يحصل بسبب الدعم العسكري بالأسلحة والتكنولوجيا المتطورة جدا استنزاف للروس والحاق أذى وضرر كبير بهم ثانيا قد ينهي الحرب بسبب تبعات الدعم بالسلاح ثالثا قد يطيل أمد هذه الحرب وقد يجعلها أسوأ على العالم ولا أحد يريد مفاجآت من دول لديها ترسانات نووية تستطيع بها إبادة ثلاثة كواكب بحجم كوكب الأرض القانون الأمريكي الجديد كان العيد بالنسبة للأوكران في الرئيس الأوكراني فولو ديميازلينسكي قال إن هذا الأمر هو خطوة تاريخية كبيرة وأن أوكرانيا ممتنة جدا لأمريكا لأنها ستدافع عن نفسها وستدافع عن أوروبا كما كان الحال قبل 77 عام عندما دافعت يعني أوكرانيا ضد النازيين أصدقائي بهذا الخبر نكون وصلنا لنهاية الفيديو إن شاء الله تكونوا استفادية وتحياتي لكم مع السلامة